انا تزاديت وتربيت في تيفلس ولكن ما قريتش هنا حيث كيف مجميع الشباب ديال هنا كنواجهوا واحد النقص كبير من ناحية التعليم العالي ما كينش جامعة ما كينش مدارس فاش كتتاخد الباك كتتطر تخرج من تيفلس وتبعد على داركم وتقاتل مع ترونسبور والكرا فخميسات قنيترا والارباط والأتمي ناشي مرات كيكونوا خيالية كنت ادفعت الملحة ولكن ما خديتهاش وكذلك السكن في الحي الجامعي ما اطوهش لي انا دابا خدامة وما كراش نخدم بالنهار ونكمل قريتي بالليل ولكن ما كينش فين هناك تبقى امكانية القرية في الانترنت مزيانة ولكن ما كفيش غير مدارس دياللغات الاجنبية خاصة كتمشي لهم البلاس اخرى للأسف حيث مدينة فيها طاقات ومشاء الله خرجوا من هذا كثير مهندسين محاميين الساتدى الجامعيين المشكلة انه حتى الشباب اللي قرأوا وعندهم طموح باش يديروا مشاريع ديالهم ومقاوالاتهم دينتهم ماشي بغينا يعطونا شي حاجة بغينا غير المساطر الادارية تكون سهلة وما نبقاوش طالعين نزلين بالاخص انه انقصت الخدمة مع هادش ديالكوفيد مكر هناش كذلك الحي الصناعي يزيد كبر ونجلبوا مستثمرين حيث داب الشركات اللي فيه قلال بزاف هنفتي فلس ما كينش حتى محلات شجارية كبيرة مع العلم انه عندنا مساحات خاوية تهاد المجال يمكنه يخلق فرص الشغل للناس بلا ما يمشيوا الناس حتى الرباط والاقنيطرة باش يشريو الناس هنا عندهم باش يشريو وبغوا غير الجودة وما كيلقاوش ولا وشي وحدين كي يشريو غير من الانترنت كين هنا مستشفى كبير ولكن غير مجهز والدكات يرى ما كافينش يمكن تمشي تبقى توجع تما وما تلقاش شكون يدوي معاك ولا فاش يجي قول لك الرديو خاسر لكو غا في خاسرة ما يمكنش وعاد من الفوق كنحسو بواحد النقص في العناية كي يجيني كذلك بانا كين تهميش كين ميزانية في هاد البلاد وخاصة مشيفتي حويج اللي غادي ينفعو المواطن ويحس بالتغيير اللي باغي تعودت الطريق من دخلة حتى الخرجة ديالتيفلت ولكن وش صافي؟ هاد الشي اللي كان خاصنا لم ما زال محتاجين مش حال من حاجة نجوا بوسعدان من ساكينة تيفلت شارك تفقافلة 100 يوم 100 مدينة بمحطة تيفلت اشتركوا في القناة